خلاص طيب هو بيقول في مجتمع زي امريكا ايه اللي يخلي اننا الناس مدام فيه مساحة معينة من الحرية والمعرفة ان ما بتدركش ده فبيقول هي الغريبة ان هي بتدرك ده بتدرك ان وسائل اعلام بالذات وسائل اعلام بتمارس دور كبير جدا اما في تضليل الوعي او صنعته طب ليه الناس ما بتعتريش على ده فهو بيقول بيقول ان المجتمع بيتم اهامه جميع افراد المجتمع ان انت حاليا في دور المتفرج او دور المتأثر او دور الممارس عليه التوجيه او التضليل انت ممكن بجهدك الشخصي تشتغل كويس وتشتغل بقوة وتنتقل لمرحلة صانع القر فانت عندك الفرصة دي فليه ما نحفص على الوضع زي ما هو فيه ناس بتصنع الوع وفيه ناس بيصنع وعيها انت ممكن بشطرتك وشغلك الشخصي وزيادة المعرفة ودخول في المنظومة انت تتحول انت لصنع القرار فانت عندك فرصة ان انت تبقى قامع مش مخموع فما تبوص المنظومة حاول بس ايه تتكيف معها تتكيف مع منظومة القهر او التضليل دي تضليل الاعلامي وهي حاجة بسيطة نعمة يعني مش تضليل مش قمع خشن عنيف لا لا ده حاجة كده ايه يعني حاجة طوعية احنا الاثنين هنتفق ان انا هضللك وانت هتتضلل واحنا الاثنين هنبقى مبسوطين زي ما احنا هنشوف ده فهو الراجل بيقول كده بيقول ان المجتمع بي ادرك ان دي لعبة واحنا ممكن ادوارنا الدور ده ممكن يلف يعني انا بدل دلوقتي انا خاضع للاعلام لا انا ممكن انا بقى ايه انا اللي بصمع فخلينا زي ما احنا دي اول ملاحظة هو بيلاحظ على ده اثنين بيقول ان احيانا ان السياسة التضليلية او الاعلامية بشكل عام ممكن تمارس تضليل او توجيه او صناع الوعي بشكل كامل بشكل خافي جدا لدرجة ان قطاع كبير في قطاع واعي خلاص الراجل الوعي ان في عملية تضليل مستمرة بتحصل وهو عنده امل يتحول في يوم الايام لممارس لهذا التضليل المجموعة التانية وده عجل كبير جدا بل القطاع الاكبر من المجتمع لدرجة ان حد من سيناتور في الكونجرس في امريكا كان بيقول احنا اكبر شعب في التاريخ حضارة تقنية كبيرة يكون وعي الجماهير المتدني بالشكل ده وده حاجة على عكس ما هو متعارف عليه عن المجتمع الامريكي امريكا دولة قوية لكن المجتمع ثقافته هشة جدا او يمكن التلاعب بثقافته بشكل بسيط جدا بشكل دائم بشكل بسيط وشكل دائم طيب الراجل بيقول ان ممكن يكون الممارسة دي نعمة جدا لدرجة انت متحسهاش يعني بيضرب المثال الاول ب هو بيسميها كده بيسميها الاساطير الخمسة في خمس اركان الاعلام بيمارسهم وبشكل فج جدا والناس كلها يعني الناس عارفة ان ده بيمارس بس مش عارف خطورة ده ايه وهو راجل سماهم الاساطير الخمسة بيقول مثلا الاسطورة الاولى اللي بياسس لها الاعلام في امريكا اسطورة الفردانية انت فرد مش مجتمع انا كسياسة اعلامية بشكل عام الهدف الاساسي منها ان انا عايز احافظ على الوضع اللي احنا فيه اللعبة هي هي ان فيه حد اول حاجة فيه تفاوت في الاجور مهول جدا فيه تفاوت في الثروات مهول جدا في المجتمع الامريكي والمجتمع عارف كده طيب ايه اللي يحول دون ان قطاع كبير جدا من الناس المتضررة او الناس الفقيرة في مقابل الناس اغنية جدا يعني فيه فارق مهول فيه واحد مثلا مش مالتي مليونير لا مالتي ملياردير وفيه واحد بيأكل من الزبالة ايه اللي يخلي اللي بيأكل من الزبالة ده ما يعملش ثورة او يعترض على النظام ده يقول حتى يغيره ان النظام بيكرس بقى الحاجة معينة ايه الاساطير الخامسة اللي بتخلي الوضع ده مستمر واحد الفرداني اني انت فرد فرد في كل حاجة حتى يعني انت لازم يكون عندك بيت لوحدك لازم يكون ليك عربية لوحدك لازم يكون ليك موبايل لوحدك لازم يكون كل حاجة لوحدك لوحدك ده اسطورة من الاساطير اللي لازم الاعلام يكرسها وكأنه بيفصلك من الاسرة من النقاب اي صورة من صور التجمع ولو صغيرة حتى الاسرة نفسها لا يعني انت مش فرد في اسرة لا انت فرد مقطة فرد بس ده واحد يعني خلاص احنا دلوقات عندنا اعلام الاعلام ده ملك الحد لا ده مش ملك الحد ده 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 يعني زي ما احنا احيانا ما نسمو الصحافة السلطة التالتة اللي هو ايه؟ ده الحكومة القضى الصحافة الاعلام ده حاجة محايدة يعني ايه اللي يخلي الجرائي كلها تجذب ايه اللي يخلي الاعلام كله يجذب فالحيادية دي اسطورة بيكرس لها جوا الاعلام اصلحويتهم ايه؟ انا راجل بتاع اخبار قناة إخبارية أو مجلة أو مجلة علمية إيه اللي خليني أمارس نوع من التطليل أنا أرجل الحياة دي أسطورة تانية أسطورة تانية أسطورة التالتة طبيعة ثبات الطبيعة الإنسانية إحنا الوضع اللي إحنا فيه ده ده مش وضع بسبب إحنا مارسنا شيء معين فطلع المجتمع ليه وضع اقتصادي معين اجتماعي معين في فؤرة في أغنية مش إحنا اللي عملنا ده مش إحنا اللي عملنا الوقع ده حتى التفاوت المقول جداً ما بين الأغناء بشكل فج والفؤرة بشكل فج برضه لا ده دي طبيعة الأشياء يعني الطبيعة كده زي ما فيه واحد طويل فيه واحد قصير فيه واحد غني جداً فيه واحد فقيل جداً ده طبيعة يعني دي من السوابط من السوابط الطبيعية مش نتاج إحنا عملناه فأنا لما كمواطني يعني واحد يقول له طيب إنت راجل فقيل قوي ليه ما بتعتريتش قلناك والله إحنا مجتمع حر ويضي طبيعة الأشياء فيه ناس غنيها جداً فيه ناس مهوبة جداً فيه ناس زاكية جداً فيه ناس فقيرة وفيه ناس أغبية يعني دي حزوزة يعني ده جزء من الطبيعة مش واقع إحنا اللي صنعناه أسطورة تالتة تاني حاجة أهم حاجة إنه ما فيهش صراع أمريكا ده مجتمع ما فيهش صراع يعني إيه ما فيهش صراع يعني مش ممكن نعترض على النظام الموجود أو نغيره أو نسأل هوا مين اللي حطوا وحطوا ليه ومين المستفد منه لا ما فيهش صراع إحنا مجتمع حر ودي دايماً الكلمة أي حد فيه صنع قرار سياسي أي حد جوه اللعبة في المجتمع الأمريكي أول كلمة تيجي على لازم يقول إحنا مجتمع حر إحنا مجتمع ديمقراطي يعني مجتمع حر ده يعني ما يحصلش فيه مشاكل ما يحصلش فيه اتهام للحكومة بإن هي ممكن بتبديد فلوس الشعب بتدخله في حروب ما لهاش لازمة ممكن نتصرع على السلطة أقول لك لا لا إحنا مجتمع ديمقراطي إحنا نتصرع على السلطة ليه نتصرع على السلطة إحنا مجتمع ديمقراطي فأسطورة مجتمع الله صراع ده أو المجتمع الهادي دايما نفوش مشاكل دي أسطورة من أساطر اللي بيأسس لها الإعلام يعني مجتمع ما قموش فيه ثورة مثلا لا برغم منه طبعا التاريخ المعاصر بتاع أمريكا سواء حركة الحقوق المدنية للسود سواء حركة الحركات الطلبية في السلطة المعترضة على حرب فيتنام كتير جدا من مجاتل الغضب والاعتراض المجتمعي على قرارات إما السلطسية أو قرارات اقتصادية ممكن تحمل بزرة تغيير نظام في أمريكا لكن الإعلام وده جزء من قوة الإعلام المهولة جدا في ضبط الواقع الحفاظ عليه زم هو إن ده إحنا مجتمعنا مش مجتمعنا مجتمع تانية لكن إحنا مجتمعنا فوش صراحة خلاص دي أسطورة وهنشوفها موجودة فين يعني هو يضرب مثالين يعني غاية في الغرابة بمجلة ناشنال جيوغرافك أو المجلة القوامية الجيوغرافية وعلى مول ديزني كارتون إن الأسطورة بتاعت الصراع دي دخلت حتى في ده في الكارتون وفي الغرابة هنشوف مثال غريب جدا من أهم الأمثلة اللي جابها الدكتور هيلبرتشيلر في الكتاب والتعادو دي الإعلامي إحنا دي الأسطورة الخمسة هو بيقول دول أسطير اللي بعد كده هيدميني عليهم أي حاجة في الأداء الإعلامي إحنا دلوقتي إنت بتتهمني أنا شخصيا كقارئ الكتاب هيلبرتشيلر بقول المجتمع أمريكي ده زي ما هو هيلبرتشيلر بيقول إن مجتمع فيه نوع من يعني التضليل الإعلامي الشديد جدا فهو يقول لك إيه إيه الكلام ده التضليل إيه ده إحنا عندنا أكتر من خمس تلاف قناة إخبارية عشر تلاف قناة إخبارية عندنا كل أولاية فيها عدد مهولة جدا من الجرائد اليومية جرائد محلية أي حاجة عايز تعمل جورنام اعمل جورنام عايز تعمل قناة عايز تعمل قناة لا أعمل مجلة عايز تطبح كتاب اطبح كتاب عايز تعمل برنامج اعمل برنامج طب فإن التضليل فهو الفكرة شكلها فعلا منطقي يعني تضليل إيه ده هما الناس باقي كل واحد يعمل قناة في أمريكا كل واحد يبقى مع مجلة ده ظاهرين هو الرجل بيقول إيه بيقول أنا لو جيت جي مجموعة مجتمع من المجتمعات طالب بحقه في حرية الأخبار فإحنا قلنا له إيه لا خلاص خلاص بس إحنا هنسمح بألف قناة فإحنا نقول له أخلاص مدام فيها ألف قناة وألف جورناني خلاص أكيد إحنا أحرار طب افرض الألف قناة دولة كلهم مختصين بالكورة بالفن بأي حاجة متعلقة بقطاع التسليق والترفيه أو المتعة اللي هو هيشاور عليه بعد كده مش حاجة جادة مش حاجة تعليمية مش حاجة تحليلية يبقى هو التعددية دي لو أنا دخلتك في مكان أنت عايز تاكل عيش تاكل عيش عايز نوع معين نوع واحد من الخبز دخلتك محل وده موجود كتير جدا في ثقافة الأمريكية ألاقي في 200 نوع من العيش 200 هو في الحقيقة أنا مش هختار غير من 1 أو 2 أو 3 أو 5 مش أكتر من كده إنتين دي ده رقم كبير جد جبنة أنا عايز أكل جبنة أدخل محل ألاقي في يقول لك ولا إحنا عندنا 150 نوع من جبنة ده هل ده دي حرية ولا ده نوع من من التخيير المحير نفس الحكاية أنا لما جيب مثلا واحد يكون عايش مثلا من 50 سنة في مصر فقول لها زمان زمان كان القنوات ما كانش في قنوات كانش في تلفزيون لما بيقى في تلفزيون كان في قنوات واحد دلوقتي لو واحد معديش مع ألف قناة ألف قناة دي حرية ده ولا تضليل واحد يقول لك لا والله دي حرية هو يقدر يتفرج على اللي هو عايزه طب الألف خيار المعروضين دولة ايه ممكن يكون 80% أو 90% منهم من قطاع الترفيه أو التسليق أو المتح ده واحد اتنين اني أنا ما بقديش أي دور في يعني الموجود اللي بيتعرض عليه خلاص المعروض أنا أختار حاجة من اللي معروض اتنين الكسر الرهيبة جدا دي لو أنا يعني تنقلت ما بين القنوات هم ألف قناة كل قناة ثانية مفيش أي شيء مفيد هنشوفه بعد كده اللي هو ايه ازاي نحافظ على دور التضليل ده مع وجود الكسر الرهيبة جدا من وسائل الإعلام أو وسائل الحرية الإعلامية